أنا ديتك بقى طالع الداخل طالع قلت عقعد بقى بسرحة رايح دين يا رمي نعم تعبناك النهاردة أخبرك إيه؟ الحمد لله تقولي طبعا ما أقولك أبو بقى ولا أبو العينين لا أبو أنا صغير اسمي أبو من أن أنت صغير؟ يعني ما عملتش داع عشان خطر اللي هنا أو اسمي بقى شكله كاتشي شوية حتى تخضيت لما الناس تخضط من اسم أبو عشان تعودت عليه بقى كله عايز يقول لك أبو إيه يعني؟ بالضبط أبو مين؟ أبو دا طوله عمره هو اسمي يعني أه وليه دايما بقى معتمد على الأغاني السنجل ما بتعملش مثلا ألبوم كامل؟ لأن الاندرستي المزيجة كلها اختلفت يعني زبان كنا بننزل نجيب وقت الكاسيت كنا بننزل نجيب الشريط عشان بتنزل مرة تجيب الشريط ففيه 15 أغنية المنتج حطيتهم فيه عشان دلوقتي انت بتسمع يما على يوتيوب يما على البلادفورمز الثانية أول ما تنزل حاجة تسمع فمش محتاج تكدس كله بيعمل كده دلوقتي كله حتى مطربين كمان كبار كله بقى يتجع الحاجة كله في العالم بيعمل كده لانا فيش حد بقى متالي بيشتري سيديات أو بيشتري حاجة فأنت أول ما تنزل أغنية لأبو حتى تنزلك على يوتيوب حتى تنزلك على الحاجة التانية تسمع تاني شهر ينزل أغنية تانية طب انت عادت سبع سنين في الشركة أصلا أمريكاني اه صح ما الذي خليك تتغير الكرير بتاعك؟ كان يوم كنت قاعد فيه جوة الشركة وكان فيه مغني مشهور أمريكاني اسم بوب ديلين يوميها قرأت أنه أخذ نوبل برايز وبوب ديلين ده صوته وحش قوي قوي يعني بس بيكتبوا أغاني قوية جدا فأقولت طب لو بوب ديلين أخذ نوبل برايز طب ما تيلا بينا ما استخيله ونشوفه حيحصا وصوته وحش وصوته وحش وانا بصوته وحش قوي انا بحب الكتابة والتلحين هو ده السبب أن انا دخلت عملت حاجة قبلها كنت بتلحن وتكتب؟ اه طول عمري كنت بلحن وبكتب هل تشارت مثلا؟ لا لا عمري ما وانا في الشركة دي او انا في الشغل بتاع عمري ما كنت بنزل اي حاجة بس كنت لعمري بحب بلحن وأكتب فأقولت طب ما غني فأنا في الغنع حبا في التلحين والكتابة لكن انت اللي بتكتب حاجتك كنت لحنة؟ معظم حاجاتي او انا كتبهم لحنة والأغاني مثلا الكسارة الدنيا دي انت اللي كنت عملها؟ اه 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 يعني ثلاث دقائت يعني مثلا اغنية أهواك اللي سمعناها دلوقتي دي انا اللي عملها انت اللي عملها كلها نفس حكاية ثلاث دقائتا لحنتها ثلاث دقائت كلها انت اللي عملت اه وكتبتها مع تامر حبيبي يعني روحت لحنتها وطلعت الوقت غروب الشمس وقف على البحر بي طلعت او الحتة اعملت اللحن لأول قبل الكلام؟ اه بالسفارة بحب اللحم بالسفارة بتخلي كل إغاني بدخل فيها السفارة اه انا بتخليب انت لو في جي ايوم مثلا خلعت درسك انت عدت في البيت اصفر اطيعتها في السفارة دي مش هشتغل اليوم ده اخلع درسي لكن تول الوقت بتحب انت تشتغل على حاجتك بنفسك جدا وبتعمل بتنزل مثلا أفراح والشيات دي؟ آه بنزل أفراح بتلاقي مثلا شغلك اللي أنت آخر مرة عملته مثلا أنت النهاردة عندك كم أغنية؟ النهاردة 12 مثلا طب نسمع أنتم محضرين أغنية مع بعض أيها لالي؟ أيها لالي؟ أيها لالي؟ أيها لالي؟ أنا مبدئياً باعتذر لك أن أنا عكيت معاك الغنية معكتش إطلاقاً؟ بالوصف لك ما عليك شيئاً والله أمداً أمداً